السلام عليكم اليوم بنا نحكي عن اضطراب الهلع او نوبات الهلع البعض يشعروا فجأة بدون اي سبب قد يكون شخص عم شارك بحديث او اثناء عمله او حتى بالطريق يشعر بانه تسرع بنباضات القلب والتنفس مترافقة بخوف شديد انه ممكن يموت او ممكن يصير له شي عادة المريض حالة الهلع الشديد تدفعه للذهاب بسرعة الى المشفى طبعا بعد ما يتم فحصه انه ما في شي من الناحية القلبية غالبا انه المريض بها الحالة يكون مصاب باضطراب الهلع او احيانا اذا كانت نوبة واحدة اعتبرها قد تحدث مع الجميع لكن تكررها لمرتين صار اضطراب ويجب العلاج عادة نوبات الهلع ليست خطيرة المريض يعتقد انه راح يموت او راح يصلي شيهه حقيقة ما في شي من هذا القبيل هي الها اسباب نفسية وتعالج نفسيا يعني المريض عادت مرضى الاسف الشديد في بعض المرضى انه قد يصل الى انه يجري قطرة قلبية انا شفت حالات من الشباب اوصل الى درجة انه يعمل قطرة قلبية بسبب نوبات الهلع يعني حتى المريض يتجنب هاي السلسل طويلة من الفعوصات والارباك الشديد اللي بتسبب النوبة على حياته يجب عليه التوجه فورا الى الطبيب النفسي لانه الكثير من المرضى هذه النوبات تسبب له اعاقة هو دائما خايف انه النوبة تصير له بالطريق او باي مكان فعادة هو بيصير مقادر روح على اي مكان الا يكون عنده مرافق من الاصدقاء ومن الاهل ففينا نتخيل قديش مستوى الاعاقة اللي راح تسبب لها نوبات الهلع انا ارجع طم الاهل او هي عادة تصيب الشباب حقيقة يعني واحيانا حتى لدى الاطفال او كبار بالسن بس عمليا مجرد انه حدا شي مرة حس بهذا الموضوع وبعد ما اجرى فحوصات واكدوا له الطباء القلبية انه ما في شي قلبي عنده عضوي العلاج احيانا اسهل ما يكون بالنسبة للمرضى احيانا بدون دواء مجرد تدريبات سلوكية كافية للتخلص من نوبة الهلع لانه عدم علاج نوبة الهلع سوف يسبب عطالة بحياة المريض وغالبا ما يقوده الى الاكتئاب احنا انا غالبا ما يحضر عننا المريض على العيادة يكون بعد شهور من المعاناة ودخل احيانا باكتئاب وادى له مثلا تأثيرات سلبية على حياته وعلى عمله احيانا شخص يلزم بيته بسبب هذه النوبة بسبب الخوف منه تحدث له بمكان ودائما المرضى يحاولوا يختاروا سكنهم قريب من المشافي لانه دائما يعتقد انه هاي النوبة ممكن تصيره فبتالي هو سوف يحتاج المشفى باي لحظة بدون ان يعرف انه هذه الحالة هي نوبات الهلع او البنك التاك هي حالة احد طرابات القلق القابل لعلاج وممكن يتخلص منها بشكل نهائي خلال اسابيع قليلة من خلال مراجعته للطبيب النفسي ترجمة نانسي قنقر